طبعاً أكيد إحنا لازم نتكلم بواقعية الآن يعني إحنا شوف اللي تكلمناه ردنا أنه نوصل رسالة أنه إحنا دائماً داعمين للمنتخب الوطني الشبابي لما قدمه في صعودة إلى كأس العالم وأيضاً بثاني على آسيا أكيد الواقع اليوم نتكلم عن خسارة مؤلمة خسار المنتخب الوطني بعدم ظهوره بالمستوى وهذا الواقع اللي خلانا يعني الهاجس والتخوف من النتيجة مع تونس تونس تمتلك لاعبين على مستوى عالي ستة محترفين يلعبون بالدور الفرنسي مدربهم على مستوى عالي قدر أنه يطلع بخسارة مع إنجلترا بواحد صفر ممكن يعني بعض الأوقات إذا فريقك خرج مثل ما صار مع الأوروغواي وخسارنا بأربع أهداف كانت يعني الطامة الكبرى لللاعبين الثقة الزايدة اللي يعني حصلوها من خلال الدعم من خلال الإعلام من خلال كل الناس يعني بأكيد احتزت في أول مباراة أنه أنت لا تظهر بمستوى تشكيل يعني ملبي للطموح النتيجة عريضة بالنسبة لمنتخب شاب ما عنده خبرة بكأس العالم فهذا كل الأمور اللي خلت المنتخب الوطني وأنا أعزوها لخلفية فوزنا في أمم آسيا وأيضا وصولنا إلى كأس العالم الثقة الزايدة أيضا حصلوها من خلال المباريات التجربية اللي لعبوها المباريات التجربية لا تعني بالضرورة أنه أنت واصل إلى مرحلة الكمال عكس المباريات الرسمية شوفنا احنا خاصة في بادي الأمر يعني كأنما احنا الأوروغواي والمنتخب العراقي نعكس للحالة يعني شوف أنه يجب وتحدثنا آني والكبات قلنا أنه لازم نلعب بواقعية في هذا الوقت اليوم المنتخب العراقي يجب أن يحصن دفاعاته وبالإضافة إلى الوصول للمرمى والحصول على أهداف أو نطلع بالتعادل يعني بأخسر الأشياء لأنه أنت اليوم أنت تعادل ترجع التعادل ما رح يعني يخدمنا بهذه الصورة يعني ممكن إحنا مو يخدمنا لكن ممكن أنه أنت تجيك الفرصة أفضل أفضل أنه أنت مخسر أفضل التوالي صعب بنقطة واحدة مو طبعا يعني نتعلم